ارتفعت حصيلة وضحايا القصف الإيراني على مقار تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ومخيما للاجئين الكرد الإيرانيين بمحافظة أربيل ارتفعت إلى 14 قتيلا وأربعين مصابا وقال مصدر أمني أن القصف تم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا استهدف أحزابا كردية إيرانية معارضة في قضاء تابع لمحافظة أربيل مبينا أن من بين جرح القصف الأمين العام للحزب الديمقراطي مصطفى مولودي والأمين العام السابق للحزب إضافة إلى قياديين آخرين من جانبه أكد مسؤول علاقات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني محمد صالح قادري أن الطائرات المسيرة التي قصفت مقارهم كانت قادمة من كاركوك بالتعاون مع قوات مقربة من إيران